بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس عودة بعد العيد حلقة جديدة طبعاً إن شاء الله تعجب حضراتكم الحقيقة وحشتوني جداً جداً كالعادة وقبل ما أتكلم عن مباراة 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 هنأتكلم مع حضراتكم فيها بشكل قد يبدو مختلف لأنه أنا تكلمت مع كثير من الأهلوية وكالعادة زي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايماً بتكلم مع حضراتكم من المباراة للنهاردة سواء على سوشال ميديا أو على تليفوني الناس بتكلمني الأهلوية بيكلموني وأنا بحب أتكلم مع الأهلوية عشان أعرفوا إيه وجهات النظر وأطلع أتكلم فيها مع حضراتكم ولكن قبل ما أتكلم عن مباراة بكرة الحقيقة يعني جولة يعني قد لازم أتكلم فيها لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي على أي حد سواء مشجع أو مسؤول أو حتى من غير المهتمين بكرة القدم هتكتشف حاجة مهمة جداً جداً هتكتشف أي حد فينا بيبص يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هكتشف مدى قوة وتأثير النادي الأهلي عالمياً وليس محلياً وأفريقياً فقط بالمناسبة هتشوف المعنى الحقيقي لمصطلح القوى النعمة يعني إيه قوة نعمة؟ الناس كتيرة جداً بتسأل يعني إيه قوة نعمة اللي اتعامل في نهاي دوري الأبطال الأغنية اللي تشهرت ما كانش حد يعرفها وتشهرت فجأة هذا هو معنى الحقيقي مش على الأغنية أنا هنا ما بتكلمش عن الأغنية ولكن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة النادي الأهلي قوة من القوى النعمة لبلده هتعرف قد إن النادي الأهلي لما تشوف بتاريخه وبطولاته يحظى بمكانة عالمية لدى الجميع مش بس في مصر ولا في الوقت العربي في العالم كل وجهة نظري ومرة تانية حوضح لحضراتك أنا هنا ما بتكلمش على أغنية أو احتفال ولكن أنا بتكلم على المضمون نفسه إيه اللي حصل لما 3-4 لعيبة ولا 5-6 لعيبة مشوا وبيحتفلوا بفوزهم بدوري الأبطال رقم 11 العالم كله ريال مدريد من يومين بصينا على السوشيال ميديا ويشوفنا هذا الأمر لعيبة في مدرسة الكرة أو في الأكاديمية في ريال مدريد بيحتفلوا على هذه الأغنية في السعودية هنا هذا هو المقصود المقصود هنا مدى تأثير النادي الأهلي في المجال الرياضي عالميا في أقل من 30 ثانية عفوية جدا من اللي عيبة النادي الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال بيصل تأثرها إلى أكتر من كده بكتير وهنا أنا مش هبالغ لو قلت إنها مش مفاجأة أبدا بالنسبة للأهلوية لأنه ده الطبيعي بالنسبة لنا كأهلوية يعني لأن الأهلوية عارفين قيمة ناديهم ولكن للأسف الشديد أنا بتكلم هنا عن بعض ما لا يشجع النادي الأهلي لسه الناس بترغي بقالها أكتر من 20 سنة في قصة الحقوق الرعاية حقوق الرعاية أنا بتكلم أو بداية كلامي في هذا الأمر ليه لأنه لسه في ناس بتتكلم هو شمعنا الأهلي وإحنا عايزين نتساوى بالأهلي عمرك ما حتتساوى بالنادي الأهلي أنا ببصص لك أهو وشايفك وبقول لك عمرك ما حتبص أو عمرك ما حتتساوى مع النادي الأهلي الراعي بيدور على المؤسسة المستقرة النجح ركز معايا في اللي جاي وتعلم ركز معايا وتعلم مش معايا أنا ركز مع النادي الأهلي يعني ثلاث كلمات تقدر تحسن بيهم الجدل في هذا الأمر وأنا هنا حخطب الأهلوية لأنه لما حد من بعض من اللي يشجع النادي الأهلي اللي معروفين بيحاول أنه يتكلم معاك في هذا الأمر قوله ثلاث حاجات المؤسسة المستقرة النجحة المؤسسة المستقرة النجحة يعني إيه؟ يعني العمل المؤسسي يعني إيه العمل المؤسسي؟ الاستقرار بفضل الالتزام دائما باللوايح والقوانين ودراساتها جيدا والنجاح دا نتيجة طبعية جدا جدا للعمل المؤسسي والقانوني فطبيعي بالنسبة لنا كأهلوية نحن نشوف احتفال فريقنا بيقلدوا فرق تانية في أوروبا كلها وحتى في بطولة الكاس الزهبية في أمريكا لما تشوف المنتخب القطري بعد فوزه على المكسيك بيقلد احتفالات لعبة النادي الأهلي السر مش الأغنية السر في النادي الأهلي في اسم النادي الأهلي الاسم دا أو المشهد دا بينعكس بشكل طبيعي جدا على إيه؟ ليه النادي الأهلي بيجيلوا مليار ونص أو أكتر؟ وليه أن ديها أخرى بيجيلها 300-400 مليون؟ عشان الكلام اللي أنا بحكيه مع حضراتكم لأنه الفارق كبير جدا ما بين فرق رياضية وشعار مؤسسي اللي هو شعار النادي الأهلي اللي دايما كلامنا دا بيأكدوا إيه؟ بيأكدوا كل البطولات اللي خدها النادي الأهلي من 1907 في الوقت واللي بيأكد هذا الأمر إن الأهلي دايما سابق وسابق بخطوات وإن شاء الله قريب إن شاء الله تجدوا شيء يصركوا مش حاضر أتكلم في هذا المهم الأهلي دايما بيفكر في المستقبل الله يرحمه الماستر العظيم صالح سليم قال وقت استلام جايزة نادي القرن في 2001 في جوهانسبرج إحنا حنيجي بعد مئة سنة علشان نستلم الجايزة دي مرة تانية ما كانش مجرد كلمة روتينية بيرميها وخلاص ولكن الرؤية الحقيقية للنادي الأهلي على مر الأجيال الحفاظ على النجاح الحفاظ على النجاح من 1907 مجلس إدارة النادي الأهلي المختلفة لغاية دلوقتي عشان كده دايما نحب أتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي وأقول لحضراتكم أن اللي بيحققوا هذا المجلس خلال المرحلة الحالية والمرحلة السابقة وجهة نظري وجهة نظري أنه هو إنجاز كبير جدا جدا في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية والرياضية على الساحة الأفريقية والعالمية الأول سواء وفي أفريقيا طبعا جوه أو بره فلازم نقف في مجلس إدارتنا كالعادة ده جمهور الأهلي هنا دايما بيعمل هذا الأمر لأن هذا المجلس يستحق كل الاحترام يستحق أن احنا نقف في ظهره لأنه بيعمل لنا اللي احنا عايزينه هو لا يتأثر بسوشال ميديا ولا يتأثر بأي حد هو مجلس يتأثر بمصلحة الأهلي فقط وإذا كانت السوشال ميديا فيها مصلحة الأهلي فهيتأثر بيها ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتأثر بشيء إلا بشيء واحد فقط مصلحة النادي الأهلي لما النادي الأهلي بيخسر بتلاقي الدنيا تقلبت ممكن ما يبقى نشأوي ولكن حضراتكم في حاجات داخل النادي الأهلي يعني حضراتكم ما بتشوفوهاش كتير صدقوني مجلس الإدارة ده ممكن يكون ما بينمش في الأوقات اللي بتبقى فيها انكسار اللي ان شاء الله اللي هي بتبقى قليلة جدا والله ما بينامه يعني لو كلمت حد تلات الصبح بيرد عليك عاتي عندنا مجلس إدارة لا يعرف إلا العمل المؤسسي والنجاح والانضباط وتحقيق أهدافه مجلس إدارة برئاسة أسطورة كرة القدم كابتن محمود الخطيب كل واحد فيهم بيعمل في ملفه بكل كفاءة وإنكار ذات عمرك بتلاقي الكابت الخطيب يقول لك أنا بعمل كذا والعمري بيه فاروق يقول أنا بعمل كذا وخالي بيه مرتاجي يقول لك يقول لك مجلس إدارة نادي القلي بيعمل هتلاقي عمل مؤسسي ونجاح لمنظومة عظيمة وعريقة مش فرض واحد اللي بيدير نهاردة مبسوط هقبطكم مش مبسوط مش هقبطكم